سلام الله عليكم متابعين قناة مصر الآن قبل الفيديو اشترك في القناة ليصلك أهم وآخر الأخبار مليار دولار منحة سعودية للعراق وإليكم التفاصيل قرر العاهل السعودي الملك سلمان منح العراق مليار دولار لبناء مدينة رياضية وفقا لما نقله التلفزيون السعودي الأربعاء عن وزير التجارة الدكتور ماجد القصبي في المملكة ويسعى العراق لجني فوائد اقتصادية من توصيق روابطه مع السعودية فيما تتودد الرياض إلى بغداد في إطار جهود لكبح النفوذ الإيرانية المتنامي في المنطقة وأعلن القصب افتتاح كونسولية المملكة في بغداد الخميس على أن تفتتح سلاسة كونسوليات أخرى قريبا في عدد من المحافظات العراقية وفقا لوكالة الأنباء السعودية وأشار الوزير إلى أن منفذ عرعر الحدود بين المملكة والعراق سينتهي العمل به في ستة أشهر من الآن وفي نهاية الفيديو اشترك في القناة ليصلك أهم وآخر الأخبار المصرية والعالمية